أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العديد الغفور الذي خلق سبع سماوات طوبا قاما ترافي قلق الرحمن من تفاوج فارجع البثر هل ترى من فطور ثم ارجع البثر كرتين ينقلب إليك البثر خاصئا وهو حسير ولقد ذينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي طفور تكاد تميض من الغيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما نذل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكن ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فصحق لي أصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ضلولا فامشوا في مناك بياه وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطويل فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أنسك رفقه واللج في عطور ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهداء من يمشي سبيا على فراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأفوار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تسشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأوه ذل فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في دولال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم